صباح الخير دكتور ديحان صباح الخير سعيدة إذن دكتور ديحان الإمساك أو القبض هل هو فعلا حالة منتشرة يمكن أن تصيب الأطفال وتبقى لمدة سنوات نعم يمكن أن تكون لمدة سنوات بين الأطفال ويمكن أن نقول عنها كذلك ظاهرة أكثر انتشارا بالنسبة لجهاز الهدمعفون عند الأطفال دكتور الإمساك هو مرض حالة مردية مرض مرض لأنه كيتشاف دائما بحالة لشحالة عابرة بينما أنه مش حالة عابرة وأقهت ربما تثقل لأم بأنه حالة وتتمر إلا أن الإمساك كيكون مزمن هو شائع بزاف وما كننخدولوش بزاف علا تبع هو الثاني تقريبا من بعد مرض الجهاز التنفسي بالخصوص للدقة عند الأطفال هو شائع بزاف شائع منتشر جدا ومرض عندما نقول مرض يعني حالة تستوجب هو مرض مزمن يجب العناية بهذا المرض بطريقة كذلك التي هي طويلة ومتابعة طويلة فخالي بالأحيان أنه يقولون بأنه رهدبا عن طويل حدوغة يمشي في حالة تقول لا هذا غير صحيح إذن باش تكون الأمور واضحة أكتر فوقش نقول بأن هذا الطفل عنده إمساك ربما الأم كتعتقد بأن الطفل عنده إمساك ربما إذا مكنش عنده خروج اليوم مثلا أو لفترات وربما كتتقول حالة عبيرة يعني فوقش نقول بأنه حالة إمساك الحالة الإمساك هو غالبا أن الأم كتكون عرفها عرفها لأنه الطفل يكون صغير مني كيكون أطفال أحيانا لما كيكونوا صغار كيكون عندهم الخروج صعيب ما شيء خروج صعيب أنه ما كيمشيش للمرحال لا أنه كيكون الخروج دياله قاسح وكي يعاني الأطفال لما كنسقسي الأطفال كتخلوا مثلا بأنه ما كيكونوا خروج دياله اللي قد يقول لهم زيان لأنه كيحشمو الأطفال أنهم أحيانا يقولوها وأحيانا أنه كيحشمو شوية أنهم ما يهدروا على هذا الموضوع تينساوها ربما كينساوها فعلا كينساوها وكي وما كيتشاف شاي بأنه جي حاجة اللي هي في حقيقة مهمة بينما أن الطفل كيعود بالضبط يبواش عنده إمساك للا مشي ضروري يكونوا حتى تشخيص كينتاروغ طروق ديال التشخيص طبعا ولكن مشي ضروري يكونش خيص لأنه فقط أنه الطفل كيعود بالضبط إذا كان أنه بكل بساطة الخروج كيكون قاسح كيكون شوية ما كيكونش بزا فوق خيمشي الطفل عنين يوميا لمرحده لكن كي دير غير شوية 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 الطفل كيعودها كيقول بأنه بصح وكيضروا الخروج عنده ألم مشي ألم ديال البطن عنده ألم في الخروج وفي كثير الحالة كثير الحالة ده ألم البطن عند الأطفال لما كيكون ألم سفلي غالبا كيكون الإمساك عنده دور رئيسي طيب إذا ذكرتي بأنه يمكن يكون الخروج قاسح وإش فقط الخروج يكون قاسح ولا كتكون هناك عدم رغبة الدخول تماما للمرحد بالنسبة للأطفال يعني ما كيكونش عندهم خروج ما كتكونش عندهم رغبة للإخلاج هذا صحيح أن هذا المشكلة ديال الرغبة للمرحد هي نبعه بأنه هناك وحد يعني الخمول ديال الحركة ديال أمعاء ديال الطفل وهذا هو سبب رئيسي وهذا الخمول هو ما كيكون شيء دايما يعني بنفس الحدة كلما دازل وقت كلما كيكتر الخمول ديال مع الغلض مثل الغلض باش يخرج باش يتحرك لأنه يصبح حركة باش يخرج فلازم أنه الفهم ديال هذا الموضوع بأنه كلما تأخر الوقت كلما كيولي خمول أكتر وأكتر وأحيانا يدوم أسبوع وما كيعودوهاش الأطفال وأحيانا كتكون عشر أيام وأحيانا أنه كيكون لما كيكون خروج قاسح كيكون ألم سفلي عند الأطفال وكيكون جروح داخلية اللي كتحصل عند الأطفال وكيبقوا يخافوا يمشيوا المرحل وهذا كيزيد يعني أنه يفاقم الموضوع طيب إذن أذكرت دكتور خمول أو كسل في الأمعاء الغالدة للأطفال هذا السبب رئيسي يعني هناك أسبب أخرى ممكن تكون السبب في هذا الإمساك عند الأطفال فهموا أو تاني بأنه كيفاش الجهاز الهضمي كيخدم الجهاز الهضمي كيخدم بأنه كيناكلوه ولكن كيكون من الأمعاء الرقاق كيكون اقتناء يعني كل الحوج اللي كناكلوه بما في هالسوائل اللي كترجع للدورة الدموية اللي كتدخل للدورة الدموية من الأمعاء فعند الأطفال وحد العدد كبير دي الأطفال عندهم هاد الحركة دي السوائل اللي كترجع للدورة الدموية حقيقة نشيطة بزف لأنه كيكون المك يرجع بسرعة للدورة الدموية مما يؤدي بأن الخروج كيقول لي يعني أنه يابس قبل الوقت قبل ما يوصل نهائيا المسرع الكبير وفي الأجزاء الأولى دي المسرع الكبير كيكون قاع صح وكيبقى يتراكم وكيبقى الصعوبة دي الحركة دي فهو واحد الحركة بطيئة دي الخروج من البداية دي المسرع الغليد إلى النهاية دي له وكيكون تراكم دي هذا الخروج طيب إذن بالنسبة الآن للأعراض كرتبي أن يمكن يكون ألم وإش ألم في البطن وكذلك كيكون واحد الغتيان وربما كانوا وجدوا الأطفال كي يكون كيرفدوا حتى ناول الطعام يكون هادو من الأعراض كتصحب الإمساك الغتيان ماشي كثير بالخصوص أنه كيكون ألم دي البطن وهذا الألم دي البطن ما كيكون اليوم كامل حاضر بنفس الحدة فهو الألم دي البطن كيعود الأطفال بأنه كيجيهم بواحد الحدة بسرعة وكيمشي حول تاني لأنه خطنا حول تاني نفهموا بأنه الخروج فاش كي يملأ البطن دي الأطفال أنه الحركة دي الغاز اللي هي خصة تكون طبيعية ما كتمرش بسهولة لأنه كتوقف وكتكي كتدير واحد الدغط في حال واحد البالون اللي كيخلق فصل المسران وكيعطي واحد الحريق لوحد ولكن كيمشي في حالته لأنه لما كتتصرب الغاز أنه الغاز كيحسو دريلي شوية بواحد رحة ولكن باستمرار باستمرار ثانيا إذا كان المسران الغليد عمر كيحسو الأطفال بأنهم كرشهم عمر كتعني بأنه تار رغبة دي الأكل أنها كتنزل إذن فقاش تستدعي الحالة دي الإمساك عند الأطفال زيارة الأطفال يعني فقاش دائما لأن هذا الموضوع هذا موضوع خص متابعة ليس فقط بأنه خص واحد دواء وموضوع متابعة فموضوع أخر لأنه أحد من الأسباب أنه أكل مثلا طحين الخبز الأبيض لكل حاجة لأنه سبب يمكن التغذية لا التغذية تساعد على هذه الأعراض وتساعد للمشاكل هذه فمثلا الأكل الموض بكاترة الأكل الخبز ماشي غير الخبز ولا كيحتى الرغيف حتى الكروسان إلى آخر تقول كل اللي فيه طحين بيض هذا كيساعد الدرير بالزبن يربيوا الإمساك و تناول الوجبات الخفيفة السريعة خاصة أن أطفال يأخذوا الفواكه الموسمية أو لا يأخذوا الفواكه التي طول السنة موجودة أنه إذا كان يأكل الفواكه الموسمية يعني فيما يكون موسمية يأكل الفواكه ديالو وما يأكل العصائر بأن المخصوم يأكلوا الفواكه بما فيها الألياف هذا يساعد كثيرا ولكن إذا كان المشكل هذا لا يحل المشكل ما نقول بأنه رادرنالو هذا وما لكن ما زال فعلا نخص هذا الدواء وهذا الدواء هو دواء علش يكون دواء طويل وأنه تكون مراقبة طويلة لأنه هذا الخمول الكسل ديال الأمعاء أنه يجب محاولة التحرك وترويد هو ترويد هذا الأمعاء الترويد ديال الأمعاء يأخذ الوقت فالدواء اللي كنتعطى هو ماشي دواء ديال جد الأسابيع أو ثلاثة الأسابيع وغالبا يجب يكون دواء ثلاثة ديال شهور أحيانا نصف شهور أحيانا بعض السنوات للاستمرار وعدم يعني ما جابش الله لخص الاستمرار لأنه كثير من الأطفال اللي كيمكن أنهم في المستقبل أنهم يتخلصوا من هذه المشكلة بإعادة النشاط ديال الأمعاء ديالهم وباش منين يكبروا ما يكونش عندهم إمساك لأنه ما نسوا شيء بأنه هناك كثير من الناس كبار اللي عندهم مشكل ومشكل اللي هو مزمن وفي كثير من الأحيان أنه كيكون أحد الجانب اللي هو عائلي يعني وراتي في القبض بالنسبة إذن دائما في إطار العلاج دكتور تنوجدوا بأن بعض الأمهات كيستعملوا الملينات ربما لفترة لمساعدة الطفل باش يكون عنده خروج ولكن هاي الملينات واشي يمكن تكون كتساعد فقط أو يمكن تكون علاج أولا بأنه لاحظوا شنية الملينات كان هناك كما كما قلنا بأنه إذا كان السوائل كترجع بكترى للدورة الدموية وكي يبس الخروج فالدواء خصوية تعطى واحد الدواء اللي كيخلي فقط السوائل في الأمعاء وماشي الدواء اللي كيحرك بطريقة اللي يصطيناعيا كيحرك الأمعاء خصوية دواء اللي تعطى اللي يخلي السوائل في المسران باش الخروج يكون ارتب وخروج بسهولة ويتعاود النشاط بشوية بشوية ديال الأمعاء ديال الأطفال إذن كما بدأنا هذا اللقاء قلنا بأنه يجب أخذ بعلا اعتبار هذا المشكل بجدية وبالدقة خصوصا في طار العلاج وكذلك الوقاية نختمه بالوقاية دكتور إذا كان ممكن بالنسبة كيفاش يمكننا تكون عندنا وقاية من الإمساك عند الأطفال وكيفاش أننا الأغذية تساعد الأطفال المصابين بالإمساك من التخلص من الأعراض تكون مزعجة كثيرا هو التناول ديال الألياف مهم جدا وعدم تناول لأنه تكون فيها الأكل بخصوص أنه يكون متنوع ويكون فيه الخبز أنه تكون الخبز ديال الزراع تساعد الأطفال بزاف ما نساش واحد الموضوع اللي هو مرتبط بالإمساك هو فش كيكون الأطفال غير قادرين أنهم يحبسوا الخروج ديالهم اللي كتسمى إنكو بريسيس كيكون أنه هو التبرز الغير الإيرادي اللي عند الأطفال وهذا كي حساب لهم الولدين بأنه هذا واحد المشكلة عندهم في المخرج ديالهم وعندهم إمساك مزمن واللي كيأدي الارتخاء كبير في المصران الكبير السفلي وكيفقدوا الأطفال المراقبة ديال التبرز السيطرة عليهم لأنهم لا يستطيعون وما يكون غير إيرادي وأحيانا هذ الأطفال يعانون نفسيا كثير يمشون المدراسة لا يستطيعون أن الأطفال الأخرين يبعدوا منهم ولا يبقوا يعودوا هذه القصة الخروج ديالهم وكيكونوا منطوين بزاعة لنفسهم أنه هذا كيمكن العلاج دياله وكيمكن العلاج دياله بشكل هو ناجع ودائما كيكون نجاح ديال العلاج ديال هذا الموضوع هذا فكثير من الأطفال اللي عندهم هذ المشكلة ديال التبرز اللي غير إيرادي يجب مباشرة الزيارة ديال طبيب ديال أطفال وخاص المتابعة والمتابعة والمتابعة لأنه مش فقط كثير من الأحيان أولا وحالة الأشياء اللي في حقيقة هي مهمة بزاف مثلا بأنه رواح وصخنة بينما هذا الموضوع ديالإمساك هو أكبر وأكبر بكثير وكيعاون من الأطفال أكثر وأكثر فهذا من ناحية من ناحية أخرى بأنه خاص دائما أن الرجوع والرجوع عن وخاء أنه يكون طفل لا بس لا خاص أننا نعرف واش هذ هذ دواء هذ كافي وكيف المتابعة ديال هذ المواكبة ديال الطفل حتى أنه يتعلم أو أن يمشي للمرحاد بشكل اللي هو يجد المرات في النهار ولو أنه ما يخرج وخصو المساعدة دياله بالأدوية حتى أنه يعود النشاط ديال الأمعاء دياله ويتخلص من الألم ومزال ديال المعاناة وكثير من الأحيان أنه يكون هبوط نفسي عند الأطفال اللي عندهم هذا المشكلة ويمكن تخلص من هذا